السلام عليكم اخواني اخواتي اعزائي الكرام المتتبعي القناة الاوفياء للقناة مرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديدة اليوم ان شاء الله غد نشوفوا واحد المنطقة اللي منطقة غنية بالموارد ديالها الاصيلة والاصلية منطقة غنية بالموروط التقافي ديالها منطقة معروفة بناسها اللي هما كما تنقولو الناس الجود والكرام والمغاربة كلهم صحاب الجود والكرام لكم جميع غادي ان شاء الله نبدو في الطريق ديالنا لهاد المنطقة نتعرفوا عليها وما تنسونيش بالاشتراك وباللايك وبالتعاليق اللي دائما تحفزونا وتخلوني نبحثوا على الاشي جديد اللي يرضي الضوء ديالكم ويرضي يغني التقافة ديالكم ويغني المعلومات ديالكم مرحبا بكم والف مرحبا في هاد المنطقة جديدة مكتشفوها كاملين هاد المنطقة هي منطقة عربية بإقليب الصوارى وفي الأواخير السهول الأطلفية تحت دهم الشمال قبيلة عبداء ومن الجنوب قبيلة حاحة ومن الشرق بلاد حمر والحوز معروفة بأفضل زيت أرغان في المغرب وأفضل زيت الزيتون في المغرب وأفضل لحوم مثل المعيز والغانب لأنها تطرع في الأرغان هاد المنطقة معروفة برق راقة اللي الولي الصالح ديالهم هو سدي واسمين اللي يقالوا عنه أنه هو اللي حمل الرسالة ديال الإسلام باش يدير إنشار الدعوة هذا ما يصرح به سقين جبل الحديد هاد المنطقة هي منطقة الشيادمة ولو أن الكتير تيعرفها ومنطقة غنية عن التعريف هاد المنطقة مميزة قريبا من ناحية التداريس والمن ناحية الأشجار اللي سبحان الله تتعطي واحد جمالية كبير لهاد المنطقة أشجار الزيتون وأشجار الأرغان وما أدراك ما شجرة الأرغان والقيمة ديالها اللي تم معروفة عالميا ناحية الأهمية ديالها في التغذية كغداء وكدواء وبالنسبة للتجميل كذلك وكذلك شجرة الزيتون اللي هي تهي شجرة مباركة هاد المنطقة هادي تيعطوها واحد الأوليوية كبيرة هنا إخواني أخواتي إلى لحظة احنا قربنا لهاد الفيلاج ربما بقي ما تتضحتش لي الرؤية فعلا هذا الفيلاج اسميته بير كويت منطقة شيادمة وهاد المنطقة هي معروف عليها الكرم والجود وروح التعاون هاد الناس هادو تتحبوا سبحان الله العظيم وبقعدهم ديك الأصول تعصيلة الراحيم الوطيدة ومازال عندهم كل شي تتعاونوا فيه كل شي تيحسوا بعض بالبعض بقعدهم ديك الأصالة المغربية لربما افتقدناها بزافت المناطق وبالأخص داخل المدن لأننا هنا بقين تنعرفوا أن الناس ما زال تيتجمعوا رجال والشباب تيتجمعوا وقت الحرط وتيتجمعوا وقت الحصد ووقت جاني الزيتون ووقت جاني الأرقان وتيقوموا بعملية تويزع يعني كل واحد تيتجمعوا عنده هتيكملوا عنده مسألة ما تتقتصرش غير على الشباب والرجال اللي تتمشي تعتمدوها حتى النساء تهما ووقت الفرز ووقت الطحن ديال زيت الأرقان جميع الأمر هي الضيفة الشيحة اللي عنده واحد كأنه جعل طوار كله الضيفة ديالهم تحتم عليهم تيفرحوا بدك الضيفة عند الموضيف دياله واحد الجو ديال التأخي والتضامن قلنا بأن الأشجار اللي عندهم كلها تتعتمد على البور ما كينش سقي ومن ضمن هذ الأشجار كين شجر الكروم أو الشجرة اللي تتعطينا العينب هنا ربما المعروف لعينب ديال منطقة الشياضمة بالجودة دياله وبحيث تعتمد دائما على التساقطة المطرية تيكون واحد الحلاوة واحد الحلاوة دياله اللي هي أصيلة ويمكن تحافظ عليه حتى أسبوع وبعد جبدو تتحسبيه بحلي عاج جنيتيه من الشجرة دياله تميز بوحد الجودة عالية وكذلك تتشفيف ديال العنب تهواتي تم بوحد طريقة اللي هي صحية صحية بساف وبعيد على بساف دياله هاد الناس اللي تستعملوا المواد الكيميوية ما تستعملوهاش تما نهائيا بقعدهم الطريقة اللي خلوها جدودنا الأصيليين باش تيجفو الكرموس اللي هو التين والطريقة باش تيجفو العينب اللي تيعطي واحد الزبيب ما شاء الله وكذلك تلاحظو هنا أن تبارك الله الناس ديال هاد المنطقة داك التآخي والتآذر ديالهم والتعاون تيخليهم دائما تيبيحتوا على الجديد ها هما ما شاء الله تيحفروا الآبار تي تينميوا المنطقة تيحاولوا ما أمكن أنهم يزيدوا من تشجير ديال الأرغان اللي هي المنطقة معروفة به من قديم الزمن تقريبا فوق 100 عام وهي شجرة الأرغان معروف عليها منطقة الشيادمة الشيادمة اللي معروف عليهم اسمية ديالهم كيف ما أقل جابها المؤرخ ديالنا المغربي ابن خلدون أنها جات من اسم شيضم والشيضم هو الأسد معنى هاد الناس في العمق ديالهم وسود ناس مكافحين ناس فيهم روح روح تعاون وروح وطنية عالية هاد الوقت ما زال شجر الأرغان ما زال ما ما أعطاش داك المنتوج دياله ما بقي ما نشفش هادك اللي تيستعملوا به زيت الأرغان ما زال ما ما نضجش تقريبا قدمنا واحد شهر أو لشهرين عاد يبدأوا يجنيوا فيه وتيجي من وراه شجرتين إن شاء الله يجناه ومن بعده الزيتون وهذا كامل إن شاء الله إلى من يتكون التساقطات تتكون الخيرات أكتر وشجر الخرب كذلك ومن المنتوجات الأخرى كين الفاصولية والجلبان والفول والشعير وكذلك ذلك النباتات العطرية والمنسمة الأصيلة اللي ما تنحتاجوش أنها نسقيوها أو لا هي نباتات تقريبا تتنبات في هذا الجبال وفي التلال كالخزامة والزعتر والشيح نتمنوا إن شاء الله لهم واحد المحصول إن شاء الله يكون جيد خصوصا أن التساقطات كانت قليلة هد العام نتمنوا اللي هم ربي يطرح لهم البركة في هدك الشي اللي تيعملوا خصوصا ما أنهما واحد الناس اللي تيكادفوا الجهود ديالهم أمنوا بروح التضامن اللي هي وصع لها الإسلام ووصع لها الله سبحانه وتعالى وشورة فائر قراجة غانين عن التعريف كمنطقة اللي ماذا إن شاء الله غادي نكتشفوا فيها الجديد لأنها المنطقة كبيرة ومتعبة بزف أكدا نخليكم إخواني أخواتي ونقول لكم ما تنسونيش باللايك ديالكم بالتعاليق ديالكم وبالاشتراك ديالكم بالنسبة المشاهدين الجدود مرحبا بكم في قناتكم فيديو جديد إن شاء الله بمنطقة جديدة بمغربنا الحبيب إلى اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شكرا